السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد و قبل نزلت معنا إلى iOS 16 البيتا السادس بيتا السادس يعتبر تقريبا من أسقر البيتات جمع بيتهم كبيتات فمن بيتا الخامس للسادس قريبا نصف قيقة فليش كده؟ خلاص فهمناها أنه قبل خلاص ما راح تحت ميزات جديدة الآن خلاص خلاص الميزات iOS 16 أي سوفت فير ينزل كبيتا البداية في استبات النسخة نفسها بعد أن تحط الميزات بعد أن ترجع ثبت النسخة نفسها الآن iOS 16 خلصنا يعتبر من الميزات اللي راح نشوفه و نعرفها و عرفناها و تكلمنا عنها الآن بيتا السادس السابع على ما نوصل حق النهاية النسخة النهائية كلها بس تثبيت لحق النسخة عشان تحل المشاكل الآن الموجودة فيها عشان تكون النسخة جاهزة فالبداية النسخة ميزات نهاية النسخ تثبيت لحق النظام فلايو السكسين مثل ما نشوف ما في ميزات كثيرة فكلها تعديل باق فكس والأشياء الثانية فبثل ما نشوف هذه الأشياء اللي نزلت معنا لايو السكسين البيتا السادس لايبادو السكسين البيتا السادس والواتشو اس ناين البيتا السادس والتيفيو اس سكسين البيتا السادس في الناي مثل ما نشوف يعتبر أننا قربنا الحق النسخة النهائية لوصلنا بيه يعتبر قربنا النسخة النهائية وصلنا ايه هنا برضو يعتبر برضو قرب النسخة النهائية فخلاص يعني لو بنمشي كالأحرف يمكن فيه نسخة A بعدين النسخة النهائية ممكن هل يعتبر مؤتمره القادم قرب هل صحيح مؤتمره راح يكون في 6 سبتمبر وبعدها بيومين ذاته يام تنزل هذا النسخة لحق الكل فنشوف النسخ ونفهم احنا ما راح نتكلم تفيرا عن هذا الشيء فنتكلم عن الميزات هو الحاجة اول حاجة لو نفتح البيتة هنا ونروح على الخيارات اللي هنا موجودة لو نروح صفحة جريدة بنفتحها الخليفيات هنا بعضها تغيرت مظهر الخلفية نفسه مثل الخلفية هذه هذه الخلفية اللي بتطعب فيها لون أزرق بس فاضي هي هذه الفقاعات التي تكون موجودة تتحرك معروف ان هذه الخلفية قديمة لكن هنا استعراضها قلط في النسخة السادسة نضغط عليها راح نشوف الفقاعات تطلع هنا النسخة الخامسة وكل شيء مستعرض يكون كده فيه فقاعات على النفس الخلفية لكن أبوها للمرة كنسلتها ليش؟ مدري كان الأصل ترجعها وتخليها كذا عشان نعرف شنو الخيار لاشخاص بشهون الخلفية ما فيها أي بابل أو أي شيء تضغط عليها ريح تطلع لك فتمنى ترجعها وتعدلها في النسخة القادمة لو بروح نتكلم لكم عن اللو باور مود أول حاجة تكلمنا لكم في النسخة لراحة النابل حطت نسبة البطارية رجعتها لنا إلى الآن ما نزلت في جميع الجهاز لأيفون 13 وبعضهم لأيفون 12 وبعضهم لكن التن آر إلى الآن منزلت بعض الأشخاص يقولون لحظوها في التن آر بس ما في شبنا أي صورة لحق جهاز التن آر موجودة فيها أو فيديو فهل يمكنكذبون لكن هل أبو رح تنزل حق الكل إلى الآن مش متبتين إلى الآن ما نعرف هل أبو رح تنزل حق جميع الجهزة ولا لا رح نعرف مع النسخة القادمة إلى ما تنزل نسخة هذه الحق الكل لكن في البيتة السالس أو ما نزلتها قبل هذه النسخة كانت إذا شقلت النموط البطارية إجبارة تشتغل عندك النسبة إجبارة تشتغل النسبة الآن لا ما يحتاج تشتغل لو نضغط عليها ما يحتاج تشتغل فأوكي هذا التغيير الجليدي اللي سوتها أبو رح هنا فهذا الخيار لو نروح لكم برضو على الـ Customize أبو العدلاتها هنا لحق الخلفية الوطاة الخلفية عندنا خيارين تخصيص الخلفية وعندها إضافة خلفية جليدة في النسخة القديمة النسخة الخامسة كان فيه مدري قلط يعني مثلاً أنا بدأت تخصيص يطلع لي خيار ثاني أو يطلع لي ثاني أو سؤال يطلع لي هنا تحت يقول لي هل تبي تخصيص أو تبي إضافة خلفية طيب عن نرودي ضغط على تخصيص لماذا تسألني مرة ثانية لو أبي إضافة خلفية ضغطت على إضافة خلفية فأبل الآن cancelت هذا الخيار خلاص تطلع تخصيص تروح على التخصيص تبي إضافة خلفية تضغط عليها روح إضافة خلفية على طول فعدلتها أبل يعتبر شوي في الخيار هذا الجديد وبرضو ضغطها تخصيص لحق الخلفية الخيارات اللي كانت موجودة عندنا أول كانت شيء خريفه إن إذا فتحت الجهاز وتضع لك خلفية تخصيص أول كانت تودك على طول لحق المفضلة الآن تودك لحق الكل يعني خيار بس أول ضغطها الشي اللي وتودك أبل ما يحتاج نفتحها هنا نتكلم بس يعني خيار ثاني تفضيل حطتها أبل أو قيرت مكان أول ما تضطع الخيار وين أديك ولن تكلم لكم عن الميوزيك برضو لو نشقل الميوزيك نشقل أي شيء عندنا هنا إذا شقلت الميوزيك تكلم لكم عن هذا الخيار كيف تطلع عندك هنا مثل ما أشوف الخيار هذا الآن تغريبا الصورة صغرت هبل ليش مدري كانت في النسخة الغديمة النسخة الخامسة أكبر المكان هذا كانت معبيت الصورة الآن صغرت أبل ليش مدري ونتكلم عن الميوزيك وغيرها لو نفتح مثلا سفاري ونروح أقل خيار لاندسكيب عندنا راح نلاحظ أن لاندسكيب صارت أفضل مثل ما نشوف الوقت كان ما ندري ليش اللغة العربية جايبة العيد كذا لكن بالانجليزي يكون أفضل كانت النسخة الغديمة سيئة جدا حتى الوقت والأشياء ما تجي عدل لكن الآن سوتها أبل أفضل لكن أتمنى أبل أتعدلها في اللغة العربية من المشاكل اللغة العربية أن من يمين للإيسار فأكثر لقاء عكس اللقات الثانية في الكتابة فنفتخر فيها صاحب يجير أشخاص أول تلغتكم لا تكلم كبرمجة يعني الشركات يدقون على الإنجليزية يدقون على اللقات حب حب يترجمون الشيء لكن يصار يمين أشخاص مبرمجين يفهمون هذا الشيء لكن أنك تترجم الشيء بالمقلوب شوي أصعب فأتمنى أبل تعدلها مدى يحتاج أنك تزحفها شوي هنا ممكن نرجع لكم من حق الميزات هذا الخيار الموجود هنا وبرضو في خيار في حق الانتوفيكيشن بس الكلمات قاعدة تعدلها فنروح الانتوفيكيشن هنا اللي هي الأشارات الكلمات تحت خصهم بالغة العربية تغيرت شوي يعني مفهوم الشيء جرسة أبل تعدل على المفهوم تعدلها الكلمات آخر حاجة البرائفت ريلي لو نروح البرائفت ريلي هنا خيار إخفاء العنوان هذا الخيار إذا كنت مشقلة أو مش مشقلة أنت فأنت بكيفك على حسب الجهاز حقك أو على حسب اشتراكك برضو لأن البرائفت ريلي هذا مش موجود على جميع الأجهزة هذا موجود حق الأجهزة اللي مشتركة بالايكلاود وبلس فإذا كنت أنت مشترك هذا موجود من الايوز 16 وإذا وقفت إشتراكك من ايكلاود وبلس إذا وقفت راح يجيك إشعار وتنبيه أن يقول لك هذا المييزة راح توقف كل شيء ما كانت موجود هذا الإشعار أو الرسالة فالآن حطت لكم ابل في النسخة هذه الحاجة الايوز 16 طبعا هذا الشيء طبق برضو على إيبادة اوز 16 فننتظر ونشوف ابل ما تسوي في السوفتيرات القادمة هل في سوفتير قادم سبوع القادم قبل المؤتمر أبل بسبعين إذا كان يعني نتكلم أو إن حطة أبل كذا قاب علشان قبل المؤتمر أبل برضو تنزل النسخة ثانية إذا كان اي بعدين جنرال أو الارسي النسخة النهائية نشوف كلها سبعين نعرف كل شيء طبعا هذا الفيديو لا تنسونا اشتراك في الغناء اشتراك في حساب سناب شات شير وضوتكم وما لا تنسونا السلام عليكم